طيب هنروح بقى تاني للمغرب ومعنا الزميل كريم أحمد معه حوار مع السفير المصري في المغرب السفير أشرف إبراهيم طبعا برحب بكو يعني بالتأكيد ان احنا لازم نقوم بواجبنا طبعا بنبقى فرحانين في وجودك ووجود اي فرقة مصرية بتلعب هنا نظرنا طبعا نسهل يعني وجودكو المهمة وانتوا في مهمة قومية طبعا نهائي بطول التفرقية ان شاء الله الاهل يفوز بالبطولة العشاء وزي ما كل مصر عادة منتظرة ونحتفل مع بعض بإذن الله ويكون هداية العيد لمصر وللأهلوية كلهم أنا عارف ان التنسيق اكيد تم قبل طبعا توجودنا هناك العادة كابتن الخطيب كابتن سادة وحفيز كابتن سامير عدلي طبعا كل الامور دي حابيني تطمن عليها الامور كانت زي الترتيبات احنا شايفيني الحقيقة كل الترتيبات مش يبدق ملعب المرام مميز جدا التنقلات والتحركات لكن حطنا في الاجواء وقال لي ماذا التنسيق كان عامل زي اشابه لا طبعا احنا من اول يوم يعني وده كان العادة مع كل الفرق انما مع الاهلي دايما امور بتبقى اسهل يعني الحقيقة كان فيه تواصل مع ادارة الاهلي بداية من كابتن خطيب كابتن سابير عدلي زيادة الحفيز يعني فيه كان اتصال من البداية التنسيق والترتيب بالنسبة لكل ما يتعلق بالمباراة بداية من السفر للفندق لكل الانتقالات الملعب الحقيقة كمان الاهلي دايما بيسهل المهمة لانه عنده جهاز قوي جدا منظم عارف وبيعمل ايه بتبقى كل خطواته معروفة وده بيسهل علينا وبيسهل على الفرقة طبعا احنا الجزء الرئيسي اللي احنا يعني كسفارة هنا بنقوم فيه التواصل مع الجانب المغربي ده بيبقى مهم جدا تواصل مع الاتحاد تواصل مع الجهات الامنية مع السلطات المغربية مع سلطات المطار طبعا من نسبة لتصحيح الطيارة لانه طيارة خاصة في الظروف خاصة فبتبا دي كلها امور احنا يعني بنقوم بيها بالتنسيب مع النادي الاهلي طبعا احنا موجودين دايما اولا بنبسوا عداء بيكو وانتوا معنا بنحس ان نفست يعني اهلنا عندنا وفي نفس الوقت طبعا لو فيه اي حاجة محتاجينها لو فيه اي مشاكل يابدنا موجودين نقدر نحلها على طول او يعني نعمل اقصى ما نقدر نعمل انا الحمد لله زي ما انت شايف الامور كلها مفيش مشاكل وكل شيء ماشي تمام دعم كبير جدا الحقيقة من اشقانا في المغرب جمهور الوداد جمهور الرجاء الكل الحقيقة بيدعم وبساند الامر كان يبقى مختلف لأول طرف الوداد طبعا في المباراة لكن كيف ترى هذا الدعم والمساند الاعلامية الكبيرة اللي بحظاها النادي الاهلي طبعا بداية النادي الاهلي نادي يعني معروف على المستوى العربي والافريقي ويمكن حتى على المستوى الدولي ده بداية انما كمان طبعا انت بتلعب فريق اولا هو هو اللي طلع الوداد ثانيا انت بتلعب انت فريق عربي فريق مش مش يعني فريق تقيل يعني وبالتالي طبعا طبيعي انه الشعب المغربي يكون تشجيعه وقلبه مع الفريق العربي ده بداية وطبعا الجزء التاني انه هو اللي خرق كيزر فده طبعا كمان بيدفع زيادة انما هي بصفة عامة طبعا حب للفرق المصرية وللأهلي خاصة ده موجود وده بيساعد زي ما انت شايف فيه اهتمام اعلامي فيه اهتمام على المستوى الجماهية انا الحياة يعني في تعاملاتي ولقاتي كل يوم مع صحفيين وناس عاديين في الشارع كله يقول لك احنا مع الاهلي ان شاء الله الاهلي يكسب فاني ان شاء الله يعني نتمنى فرح كله هنا المصريين المغربة والعالم ان شاء الله اشرف بي كيف ترى حضور كابتن محمود الخطيب القيمة الكبيرة كرئيس مجلس دارة اندلالي وقيمته الفنية الكروية الرائع جدا مرضودها على العيبة شايفوا ازاي بخبرتك اشرف لا بالتأكيد وجود كابتن محمود الخطيب مع العيبة ده لوحده يعني فيه دفع كبير ويعني بتحفيز كبير كابتن محمود الخطيب زي ما انا قلت قبل كده يعني النجم مص نجم كبير يعني ولو شعبية لو طبعا رئيس النادي الاهلي النهاردة لو محبة في كل الاهلوية كل مصريين ده طبعا في الاهلوية بالزات بتأكيد ان اللعيبة زي دول لما يشوفوا كابتن محمود الخطيب وهو يعني كان كابتن مصر والنهاردة يعني رئيس النادي الاهلي في كل المباراة بموجود معهم بتأكيد ان ده بيدفعهم يعني بازل مزيد من الجهد انا احب اقول لهم يعني انا شايف انه في معنويات كبيرة في تصميم كبير ان شاء الله في الملعب مجهودهم كله يبقى متركز في المباراة وعلى الفوز وان شاء الله يفوزوا ويفرحوا مصر كلها ويفرحوا مصر كلها ايه اللي استوقفك كمان في كلام سيد سفير حاجات محددة يعني هو اللي ايه ده دورنا مع كل الاندية بس النادي اللي قال لي بيه الزاد الامور بتبقى أسهل وشرح ليه أسهل بعد شوية لان عنده جهاز اداري متمرس وجهاز فني عارف دوره وفيه سيستم قال كل ده بيريحني وبيديلنا سهولة في التعامل من كل تفاصيل خدناها مع بعض من اول حاجز الطيارة الخاصة الصفارة كانت كتفي بكتفي مع النادي الاهلي ايه النقطة التانية اشارته الى ان وجود النادي الاهلي عامل حالة من التفاعل مع الرأي العام والشارع المغربي ومادي مرضود ايجابي عند الاخواننا المغاربة ويعني بيدعو او بيؤجروا او بيدعموا النادي الاهلي هنا يعني عادي اتوقف والحال هكذا المسؤولية بتتضاعف لان كنت الوقت مش عايز اخيب ظن الناس كتير الناس احسنت الظن هما اصلا كانوا في خانة المنافسة فارجو ان ربنا وفقنا رب بإذن الله ربنا وفقنا وانا يعني يعني ربنا عدي على خير لانها مهمة جدا جدا هذه العشرة ان شاء الله